السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا اليكم متابعين لقناة عبدالصمات الجزولي اليوم ان شاء الله احببتم اضيف لكم معلومة بسيطة فقط وانا على علم بان الكثير منا يعلموها ولكن اليوم سنراها بشكل مباشر عليكم ان تعلموا احبابي بان الهواتف الجديدة المتطورة الحديثة وخصوصا في فئة مثلا هواتف السامسونج مثلا اس عشر بليس وبعض الموضيلات الحديثة تمت اضافة لها نظام جديد للشحن اللاسلكي يعني بات لاحظوا معي بات هذه الهواتف الحديثة او تمت اضافة لها تقنية رائعة متطورة وهي ويرليس باور شير يعني يمكنها هذا الهاتف بواسط هذه التقنية لاحظوا معي ان نضغط ها هكذا ان نقوم بتشغيلها لاحظوا معي ويمكن هذا الهاتف ان يشحنه هاتف اخر لاحظوا معي يعني فهو الان يوضح لك الامور لماذا لان كما نعلم فتمت اضافة تطبيقات او لوازم اخرى كالساعة الدكية كالسماعات البلوتوث الاخره وهذه الساعة الدكية والبلوتوث فمرة مرة تحتاج الى الشحن اذا من اليوم فصاعدا يمكن للهاتف ان يشحن هاتف اخر ساعة دكية وسماعات دكية يعني تحتاج الى الشحن فلاحظوا مع الان قمنا بتشغيل هذه الميزة المميزة نقوم بقلب الهاتف هكذا لاحظوا معي وهذا الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي يكفي فقط ان نضعه بهذا الشكل وستتم عملية الشحن لاحظوا معي ننتقدر قليلا لاحظوا معي الان بدأ الهاتف يشحن يعني هاتف يشحن هاتف اخر يعني هذا الهاتف به ميزة او نظام جديد في نظام منظومة الهاردوير للشحن وايضا تتوافق مع السوفتوير لكي تخرج الطاقة هنا في هذه المنطقة ويتم ارسال الشحنات الكهربائية عبر حق المغناطيسي حتى يستفيد الهاتف الاخر من ميزة الشحن اذا احباب اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة الجديدة وهي انه بات اليوم في الهاتف الحديثة انه بامكانك شحن هاتف من هاتف الى هاتف اخر كل ما عليك هو هاتفك ان يدعم هذه التقنية والهاتف الاخر ان يكون يدعم تقنية الشاحن اللاسيركي وايضا الساعة الدكية والسماعات وما خفي اعظم والقادم اعظم والسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته